كنت بتكلم من فترة على بعض العروض للعيب النادي الاهلي فجاءني رسالة من إدارة الاهلي إن المسألة دي في التوقيت ده ممكن تعمل لنا لغبطة في الفريق وإحنا عايزين المسندة تعليمات إحنا أصلاً ملوك المسندة مفيش مشاكل بس كان لازم كان لازم أوضح في البداية نقطة إحنا المكان الزمالك بياخد الدوري السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كان نجوم الشباك هي لعبته وكان العروض دايماً بتيجي مع اللي بيكسب مع البطل النادي الاهلي بيعيش أفضل حالاته الفنية مفيش فيه لعيب خمسين في المية مفيش أنا بشرح لناس إشان الناس تفهم ليه فيه توقيت بيبقى عروض للعيب الأهلي وليه توقيت لعيب عروض الزمالك طبعاً مباية الأندية بس مش بكم عدد النجوم اللي إحنا شايفينها قدامنا يعني مفيش نادي بيبقى فيه كم عدد نجوم طبعاً الزمالك عنده أزمة ولعبته الأمور يعني صعبة فالعروض لبعض اللعيبة زي زيزو تكلمنا عليها زي فاتوح بعض اللعيبة اللي هي عندها سوا بتعود كده طيب أنا في الأهلي علشان المسندة وعشان الطلب أنا مش هقول تفاصيل ولا هقول الأسامي ولا هقول السفقات ولا هقول أسامي الشركة النهاردة اللي اتفقت مع فلان أو اتكلمت مع فلان ولكن أنا هقول حاجة للتاريخ أنا هقول حاجة للتاريخ ويا جماعة أرجو للناس تستوعب الحاجات دي بتعلي قيمة فريق نادي الأهلي وتعلي فريق نادي الأهلي كل الناس تقول لك إيه ده اللاعب في سان دونز عايزين نشتري أما للعيف في النادي الأهلي نعمل إيه ده اللاعب في النادي الفلاني في الدور العربي الفلاني أما للعيف في النادي الأهلي نعمل إيه في شركة في شركة جايبة عرض للاعب في النادي الاهلي العرض ده حيعلن عنه قبل نهاية الموسم قبل نهاية الموسم أنا مش عارف إمتى العرض ده حيتخطى السبعة مليون دولار العرض ده حيتخطى السبعة مليون دولار العرض ده حيتخطى السبعة مليون دولار واللعب ده مش الشناوي مش السلية مش ديانج مش محمد شريف مش محمد هاني عشان بس ايه الناس عشان الناس ما تروحش ايه في فأسامي عشان كلهم لعيبة كبار وكلهم لعيبة جمدين وكل حاجة في الدنيا الكلام اللي بقوله ده عشان تبقى الامور واضحة لاعب واللعيبة اللاعب ده عنده عقد مع الاهلي لمدة سنين يعني اللاعب ده مش فريم مش آخر السنة مثلا الخبر ده حيعليه عن نادي لا لا خليه لا اللاعب ده ماضي في الاهلي سنين كتير يعني اللي حيبقى صاحب القرار البيع ولا لا هو النادي الاهلي بس بس هنا ارجو بس الناس تبعتلي على يعني الصفحة بتاعتنا وتبعتلي حتى على صفحة القناة اسم اللاعب عشان البوس ده في يوم الايام التاريخ بس يسجله عشان التاريخ يسجله وخليني اقول حاجة زي ما الناس بتقول هو مكسوني انظامه مكسوني انظامه هو الصفقات الاهلي وفيه كمان لعيبة في الاهلي بتجيب فلوس كتير وما كانش مدفوع فيها فلوس كتير الرقم ده ما سمعته في لعب في النادي الاهلي اللي استهل التحية على هذا الرقم هو ادارة النادي الاهلي يوم ما حيتعرف اسم اللاعب اللي الشركة دي متابعة انا مش حاوله هو عشان الاستقرار انا مش حاوله هو الاستقرار بس انا بحيي ادارة الاهلي زي ما الناس بتوقف على اختيارات والصفقة دي فين والصفقة دي ليه والصفقة دي عشان ايه انت برضو في الآخر عندك لعيبة كبار بأرقام كبيرة جداً أندية حطة عنها عليهم وعلى فكرة تكملت المفاجأة الدوري اللي رايح فيه اللعيب مش دوري عربي والأيام بنا نشوف القصة